السلام عليكم ورحمة الله. اهلا وسهلا لكم في خانداشي الخطين المصري. النهاردة بأمر الله بني انديكم تقرير السوق بتريد 15 اكتوبر. بتكلمة اسعار التداول. اسعار اللم بالنسبة للهواية بالنسبة للخطار. حيبت بس افكركم لو ما اشتركش في القناة او او مارا زورنا. وش اشترك في القناة وفعل زر الجرس عكل. عشان يوصلوا في فيديوات قيمة. النهاردة بأمر الله عنوين فيديوز غير كده مع السيد محمد عبد الله اللي كسب معانا جزء الاسترالي الفيديو اللي فات. وبأمر الله هنقول اسمي خائز معانا في الفيديو اللي فات. استسعى اشراكك. هيتم عمل معا فيديو صغير ان شاء الله. رح همتسلم الجايزة علشان النطاقية. من غير ما نباعة وقت كتير. يا الله بنسمع التقريب. موسيقى ورجعنا لكم من جديد لتقرير السوق. النهاردة الحمد لله كان حركة التداول وحركة اللم كانت كويسة جدا. كان فيه للم النهاردة على الاسترالي والرينبو وتركيبات الرينبو. واللنصاص والفولل والشكر برصاصي. وكان فيه كمان لم على كوكتيل لاتيني كبير وصغير. لكن مش كل الناس كان بتاخد الشبابات. وكمان كان فيه لم على الكوكتيل المصبع والإزابال. بالنسبة للكوكتيل الفرنساوي كان فيه لم على الكوكتيل الألبينو. مش بالقوة اللي احنا متعودين عليها لكن كان فيه بعض التجار بتلم الكوكتيل الألبينو. وكمان الكوكتيل المصبع الفرنساوي والكوكتيل الإزابال. كمان كان فيه لمع الرز العين الصودة جميع الالوان معادة اللون الاخضر لو هنتكلم على الاسعار اللي كانت بتتلمي بيها الطيور الحمد لله الاسعار كويسة بالنسبة الاسابيع اللي فاتت كمان وكمان كان حركة التداول كويسة جدا كذا حد باع قدامي طيور باع واشترا فنقدر نقول النهاردة ان شاء الله كان فيه حركة بيع وشيرة كتداول وحركة لم كمان كويسة بين التجار الحمد لله النهاردة ربنا قدرنا وعملنا تقارير منفصلة بارقام تليفوناية اصحاب العروض دي تقارير ان شاء الله هتبقى منفصلة هتنزل من بعد المغرب النهاردة لعروض باشر من داخل السوق تابعوها ان شاء الله فيه عروض هتعجبكو جدا وبأسعار كويسة وكمان عايزة نوه ان بامر اللي فيه خدمة قناة بتقدمها لو حد من المشتركين عنده عروض حابب ان هو يبيع عن طريق القناة ممكن يبعاتلي فيديو مصور يتكلم فيه كل التفاصيل شرط طبعا العصفير اللي هتتعارض في القناة تكون صحتة كويسة وسعرها مناسب كمان وخالية من اي عيوب اللي حابب ان هو يعرض على القناة يبعاتلي على رقم الواتس 011-478-6716 وعلشان ما نطولش عليكو يلا بينا نبدأ التقرير الكوكتيل الحبشي النهاردة كان عامل زغليل 150 جنيه والكبير 250 جنيه والتاجر كان بياخد الدكور الدكر على 110 لكن ما كانش كل التجار كان بتاخد الزغليل بتاعة الكوكتيل الحبشي بالنسبة للكوكتيل الإيزابيل 350 جنيه كبير والصغير 280 جنيه يعني الصغير الحاجة الشبابات النشفة كان بتتاخد على 280 بالنسبة للكوكتيل مصبع الكبير 350 والصغير برضو 280 جنيه طبعا الكوكتيل مصبع سيره ممكن يزيد على حسب المستوى الكوكتيل اللاتيني 380 جنيه شبابات والكبير 430 جنيه وبالنسبة للتداول الجوز الشغال 500 جنيه سعر الجوز بالنسبة للكوكتيل الوايد فيس 350 جنيه صغير والكبير 450 جنيه نتكلم على الكوكتيل الإيزابيل الفرنساوي كان بيتلم النهاردة على 400 جنيه صغير وتداول الكبير 600 جنيه بالنسبة للكوكتيل المصبع 400 جنيه صغير والكبير 600 جنيه وفيه ناس كانت بتاخد بـ 800 جنيه سعر الجوز بالنسبة للكوكتيل المصابعات كانت بتاخد بـ 400 جنيه كبير بـ 600 جنيه بالنسبة لقلبينو كان فيه لعم النهاردة الجوز على 1000 جنيه والكبير تداول 1600 نبدأ نتكلم على البدجي واللي كان فيه لسترالي النهاردة الجوز بـ 70 جنيه والكبير بـ 80 جنيه بالنسبة للإينو 80 جنيه سعره الصغير والكبير الشغال من 100 لـ 110 جنيه نبدأ نتكلم على الفالو كان الصغير ب100 جنيه والكبير ب140 جنيه نبدأ نتكلم على طفرة الشكر برصاصي كان بيتلم ب500 جنيه الصغير والكبير ب800 جنيه طبعا بياخد الحاجة لعلامات الواضحة بالنسبة للتكسز 150 جنيه سير الجوز الصغير والكبير 200 جنيه نبدأ نتكلم على البلاك وينج 1500 جنيه صغير والكبير 2000 جنيه بالنسبة للبلاك وينج الأزرق 4000 جنيه للصغير والكبير 5000 جنيه نبدأ نتكلم على التركيبات التركيبات الصغير 120 جنيه والكبير 150 جنيه طبعا المستوى كلما بيزيد كلما بتحكم في سعر العصفور بتاع التركيبات نبدأ نتكلم على الرنبو الصغير بيبدأ من 400 جنيه والكبير من 600 جنيه وطبعا فيه حاجات بتوصل لأكتر من كده حسب المستوى بالنسبة للشوش والكوركات 120 جنيه الصغير والكبير 150 جنيه نتكلم على الفولل الصغير 250 والكبير 350 كانوا بياخدوا كبير دكر بنتايا نبدأ نتكلم على الفولل اللاتيني والقلبينو 400 جنيه الصغير والكبير 600 جنيه الفولل اللاتيني والقلبينو سعر واحد بالنسبة للفولل اللاسونج الابيض 400 جنيه الصغير والكبير 600 جنيه بالنسبة للفولل اللاسونج الاصفر 700 جنيه صغير والكبير 1000 جنيه نبدأ نتكلم على تركيبات الفولل تركيبات الرينبو الفولل 700 جنيه صغير والكبير 1000 جنيه بالنسبة للفولل الرينبو سعرها 1500 جنيه للصغير والكبير بيبدأ من 2000 جنيه نتكلم ان شاء الله على الإنصاص النصاص النهاردة سعرها بيبدأ من 250 جنيه صغير وفيه اسعار بتقل أو بتزيد حسب مستوى الطير والكبير 400 جنيه طبعا السعر بيختلف حسب المستوى بالنسبة للانجليزة اقل حاجة بالنسبة للزغليل 1500 جنيه والكبير 2000 جنيه فيه اسعار بتزيد عن كده طبعا حسب التكشير أو حسب مستوى الطير نبدأ نتكلم على الرز الرز الاخضر 200 جنيه صغير والكبير 300 جنيه بالنسبة للألوان 200 جنيه الصغير والكبير 320 جنيه وكان عليه لم النهاردة بالنسبة للروز اللاتيني 300 جنيه صغير والكبير 400 جنيه وده كان لم الروز كان بيتلم النهاردة الروز اللاتيني بالنسبة للروز الألبينو 600 جنيه صغير والكبير 1000 جنيه بالنسبة للروز الأوبلاين أورنج 600 جنيه صغير والكبير 1100 جنيه بالنسبة للفشر الأخضر 200 جنيه صغير والكبير 300 جنيه كان النهاردة بياخدوا الاسبلتات بـ 200 جنيه والصغير بـ 300 جنيه لكن الفشر الأخضر ما كانش مطلوب من التجار نهائي النهاردة بالنسبة للاتيني فشر كان النهاردة بيتاخد الصغير من 400 جنيه والكبير 600 جنيه ده طبعا أنا بتكلم على التداول الألبينو فشر 300 جنيه صغير والكبير 550 جنيه نبدأ نتكلم على الزبرة الزبرة كانت النهاردة الصغير بـ 70 جنيه والكبير الشغال بـ 90 جنيه بالنسبة للزبرة الفراولة كانت بـ 80 جنيه الصغير والكبير 110 جنيه بالنسبة لطائر المتبوح 180 جنيه الصغير والكبير 230 جنيه بالنسبة الحمد لله عملنا تقرير النهاردة في طائر المتبوح اللي حاب يشوفها يشوفه إن شاء الله على المغرب بالنسبة للجاوة الجاوة الحبش 180 جنيه صغير والكبير 250 جنيه بالنسبة للجاوة الأبيض 200 جنيه صغير والكبير 325 جنيه بالنسبة للجاوة الفون 350 جنيه صغير والكبير 550 جنيه الجا والسلفر 250 جنيه صغير والكبير 370 و 380 جنيه بالنسبة للجولدن فينش 1500 جنيه وده قال لسعر لي الكبير بيبدأ كمان من 2000 جنيه و 2000 جنيه بالنسبة لطائر الكناريا 400 جنيه صغير والكبير 600 جنيه انا بتكلم على قل مستوى طبعا فيه طفرات بيزيد عن كده واسعار بتزيد حسب الطفرة بتاعة العصفور بالنسبة لطائر الحسون 400 جنيه الكبير والصغير 300 جنيه بالنسبة لليمام الماسي 250 جنيه صغير والكبير 350 جنيه بالنسبة لطائر المينة 350 جنيه الصغير والكبير 400 جنيه طبعا انا بتكلم على التفريخ انما لو هنتكلم على السيد سعره بيعمل 160 و 180 جنيه سعر الجوز وده طبعا ما يفضلش ان احنا لو هنجيب طائر المينة نجيبه سيد طبعا يستحسن التفريخ لانه بيبقى اسهل في التدريب واسهل في الكلام نبدأ نتكلم على الدرة الهندي 2500 جنيه صغير وكبير 3500 جنيه الدرة الامريكي سعره 13000 جنيه ده بالنسبة للحاجة الكبيرة وشي شغل بالنسبة للسانكنيور سعره بيبدأ من 5000 ل 9000 حسب السن وحسب الحجم بالنسبة للروزيلا 3000 جنيه صغير و 4500 الكبير وفي اسعار بيزيد عن كده كمان للروزيلا حسب تفاراته نبدأ نتكلم على زنجيباري من 9000 ل 15000 الحتة حسب السن وحسب الحجم اذا كان هو تفريخ او صيد طبعا الصيد سعره بيختلف عن كده وبيقل بيبدأ من 6500 و 7000 جنيه وبكده يكون تقريرنا خلص النهارده الى اللقاء في فيديو جديد وتقرير جديد دمتم في امان الله السلام عليكم ورحمة الله النهارده بنسلم السيد محمد عبد الله الهدية الجزء الاسرائيلي اللي وعدنا به في القناة السيد محمد ممكن بس يطورينا الجزء الاسرائيلي طبعا انا بتشرف طبعا بالنس والناس المحترمة وبجد يعني من اكتر حاجات اللي انا بنبصد بها ان انا بقى اقرب من المشتركين بشكل اكبر استاذ محمد عايزة يقول لكم كلمتين والله استاذ محمد شكرا على حضرتك للهدية دي يعني هدية بص الهدية مش اهم حاجة مش الهدية اهم حاجة اللي احنا شرفنا بحضرتك والله استاذ محمد يعني انت والله كل اسبوع بتفيدنا استفادة كبيرة بالتقرير بتاعك كل اسبوع يعني والله انا ما كنتش عارف اي حاجة عن عصافير انا استفدت من حضرتك كتير اوى استاذ محمد والله والله وبجد يعني انت كلمة انا كتبتالك قبل كده قلتلك انت برنس التقرير في سوق الجمعة شكرا جدا استاذ محمد السلام عليكم